دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية معسكر رجلاء في قطاع نجران مصدر عسكري أوضح أن القوة الصاروخية استهدفت معسكر رجلاء في قطاع نجران بصلية من صواريخ الكاتيوشة وفي سياق متصل استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين خلف منفذ علب بقطاع عسير ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم ترجمة نانسي قنقر